أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في هذه الحلقة أصدقائي سنتعرف على حل مشكلة حضر الحسابات في تطبيق لايكي هناك كثير من المستخدمين عندما يتم حضر حساباتهم على تطبيق لايكي في حالة ما قاموا بعمل حساب جديد يتم حضره على الفور وحتى إذا قاموا بإنشاء عشرات أو ألف حساب سيتم حضره من التطبيق إذن في هذه الحالة ما هو الحل؟ الحل إن شاء الله سأقوم بشرحه في هذه الحلقة لكن قبل أن أبدأ سأكون ساعدا إذا انضممتم إلينا بالضغط على اشتراك تفعيل الجرس أعطوني لايك صغير وقبل أن أبدأ هذه الحلقة ودائما أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة مرات ونبدأ على بركة الله إذن كما ترون هنا لدينا تطبيق لايكي إذن أول خطوة سنقوم بالذهب إلى إذن في منظر سنقوم هنا بكتابة ديول إذن لاحظوا معي جيدا ديول أب لايت أوكي بعد ذلك سنقوم بالبحث بعد ذلك سنقوم بالبحث عن ديول أبلايت نوروت جيد بعد ذلك تثبيت وننتظر ريتمية تثبيت التطبيق جيد إذن بعد أن تم تثبيت التطبيق سنقوم بالضغط على فتح إذن كما ترون هذا هو التطبيق إذن سنقوم بالضغط على أد أب بعد ذلك هنا سنقوم بالبحث عن تطبيق لايكي جيد بعد ذلك أمبورت أب وبالتالي الآن كما ترون يتم تنصيب تطبيق لايكي إذن كما ترون الآن تم تنصيب طبعا تطبيق لايكي سنقوم بالدخول إليه ونقوم بالضغط على ستغراند السماح السماح وبالتالي سوف يتم الآن فتح تطبيق لايكي ولاحظوا معي جيدا هذا هو التطبيق وكما ترون الآن الأمر أصبح بسيطا سنقوم الآن بالذهب إلى مكان أنا ونقوم بعمل حساب جديد وبالتالي تم حل المشكلة إذن هذه هي الطريقة الوحيدة لحل مشكلة الحاضر في الحسابات رجاء إذا قمتم بحل المشكلة أكتبوها أسفل هذا الفيديو أريد أن أعرف كم عدد من الأشخاص التي نجحت مع هذه الطريقة وصلنا إلى النهاية شكرا لكم على حسن تتابعكم أضرب لكم وعدا في الحلقة القادمة دمتم في أمان الله ورعايته اشتركوا في القناة